قرية نجريج التابعة لمركز لمدينة بسيون بمحافظة الغربية وهي طبعا قرية محمد صلاح شاهدت عدد من الفعاليات ولنظامتها مؤسسة حياة كريمة ضمن برنامج انت الحياة الفعاليات دي شارك فيها أطفال القرية من خلال فقرات فنية ورش للرسم وكمان ورش للحك عشان كده احنا معانا الكاتبة سماح أبو بكر عزة سفير مؤسسة حياة كريمة وإحدى المشاركات في اليوم الترفيهي صباح الخير عليك أهلا صباح النور يا منا صباح النور يا محمد صباح الخير صباح الفل لو تحكينا بقى عن زيارة مؤسسة حياة كريمة لقرية نجريج كنت موجودة أحكينا بقى كل التفاصيل والله يعني أنا بتشرف أن أنا سفيرة الأطفال في مبادرة رئاسية العظيمة حياة كريمة شفت كرة كثير وسعيت بلقاء ولادنا الأطفال في الكرة ولكن قرية نجريج الحياة أول ما عرفت أن احنا راحين كان لها وقع تاني خالص علي ليه لأن إحنا دائماً بتكلم مع الأطفال عن أحلامهم بيفكروا في إيه يتمنوا إيه حياة كريمة عملت إيه في الكارية عندهم وإيه الحاجة اللي فرقت معاهم ولكن نجريج تحديداً لا نجريج حاجة تانية لأن نجريج هي الأرض اللي طلع منها صلاح البطل العالمي ففي رسال كتير قوي 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 تقداري توصليها للأطفال اللي هما عايشين على نفس الأرض طبع فأنا أول ما دخلت الولاد قلت لهم القرية بتاعتكوا جميلة قوي إيه أصهر حاجة فيها أنا عايزهم هما يقول طبعاً يقول طبعاً كل الصوت واحد قال صلاح قلت لهم جميل بتعارفين المدرسة اللي ورانا دي في نفس الشارع دي كانت مدرسة صلاح بس إيه الفرق بين صلاح وبين كل اللي كانوا عادين معاك الفاصل فقالوا إنه بيحب الكرة قلت لهم كلهم كانوا بيحبوا الكرة وأغلبهم زيكم ولكن صلاح كان عنده حلمه وكان عنده إيمان أولاً بربنا سبحانه وتعالى ثانياً بقدرته على تحقيق حلمه وموهبته صلاح ما تبصوش لآخر سطر في الحكاية فوق دلوقتي ما شاء الله بطل عالمي وفخر العرب ولكن السلم ده كان فيه درجات كتير أو يطلعها عشان يوصل لآخر درجة فيه صلاح تاج وكافح وكان كل يوم بيسافر من قرية دي اللي انتو فيها لنادي المقولين العرب عشان يتدرب ما تعبش ما قالش لأ ما سمحش لحد إنه يقصر حلمه وتكلمنا مثلاً يعني إيه طاقة سلبية ويعني إيه ممكن حد يبقى عنده حلم أو عنده هدف وممكن حد يحبطه وبسهولة يتأثر بكلام الآخرين ويتراجع تكلمنا عن قدرته على إنه يأقلم نفسه وإنه لما سافر في البداية إنجلترا كان لازم يتعلم اللغة الإنجليزية إزاي كافح وتعب وتعلم وراح إيطاليا وتعلم اللغة الإيطالية يعني إزاي يشتغل على نفسه إزاي في وقت ما كانش شيء أي إمكانيات يعني إحنا عندنا حالياً الشركة المتحدة يعني عاملة برنامج رائع وعظيم اللي هو برنامج كابيتانو اللي هو يكتشف مواهد الأطفال الكروية في الكرة والمحافظات وأنا اتشرفت إن أنا في إحدى حلقات البرنامج استضفوني أتكلم مع ولادنا اللي كانوا في المعسكر كل واحد جاي من قرن في الوقت يبقى فيه يعني إمكانيات إنه ممكن نكتشف الأبطال اللي زي صلاح ويتم دعمهم من خلال البرنامج ويقالهم فرص إن هم يحترفوا في الخارج لكن الوقت ما كانش شيء هي قصة صعود زي ما بنقول يا دكتورة سماح والمهمة بقى عايزين نعرف من حضرتك دلوقتي ردود فعل الأطفال هل استوعبوا الدرس؟ المثل مش متعلق فقط بأننا احنا طبعا بنضرب مثال بمحمد صلاح لأنه ابن القرية وكان في نفسه وحضرتك ذكرتي حياته كانت عاملة إزاي وهو طفل والتحديات اللي قابلته لحد لما بقى لاعب عالمي لكن الموضوع مش مقتصر فقط على لاعب الكرة فعايزة فهم من حضرتك الأطفال استوعبوا الدرس فهمه؟ استوعبه وكانوا يعني كانوا بيشاركوني الكلام وبالعكس بيضفولي يعني كنت بقول لهم طب انتوا انتوا شايفيني الحكاية زي قال لا ان الواحد لازم يتعب دولهم والأهم بقى ان لما الواحد يوصل بلده ووضعها إيه في حياته ينسى الأرض اللي طلع منها ينسى المكان اللي اتربى وعاش فيه ولا بالعكس يبقى شايله في قلبه ويبقى عايز يشوفه أحسن مكان في الدنيا صلاح يتعلم لغات أجنبية بس لسه يتكلمه عربي لسه مصر في قلبه لسه ما بيسمحش انه يسمع اي كلمة مش كويسة على بلده انت يا لو زميل او زميلة ليك شفتها بتكلم مع أهلها بطريقة مش حلوة او بتتكلم على أهلها بطريقة مش حلوة قالوا لأ فلوه بالضبط كده بلدنا دي هي أسرتنا الكبيرة هي أمنا زي ما يقول مصر أم الدنيا مصر أمنا فازاي الوطن يبقى في قلبك مهما بعيدت مهما سفرت مهما نجحت بالعكس ارتباطك بيه زيد وتبقى عايز دايما تشوفوا أحسن بلد في الدنيا كل دي حضرتك يا سيد محمد كانت حاجات الأطفال بتسمع بشغف وبتركيز وباهتمام وعندهم الحماس أنه لا دي بلدنا ومهما بعيدنا ومهما نجحنا ما ننساش الأرض مهم جدا طبا فأنا كنت سعيدة جدا بيهم بتفاعلهم برغبتهم أنه هما يحققوا أحلامهم وأنه في مثل قدامهم تعب وكافح وأنه فيش حاجة تيجي بالسهل وأن ربنا يوقف جنب اللي بيسعب جد طيب كلمتي معهم عن المدرسة زي ما قلنا في البداية وهل الولاد بقى كانوا عارفين اسم المدرسة اتسمت ليه ايه التفاصيل ده بقى كمان قصة تانية ولدي كانت فرصة ظريفة أنك تزاودي الوعي وأنك تعرفيهم أنه عندهم حاجات كتير ممكن يفخروا بيها أنا كنت ألحق ودخلت المدرسة لإيه تمثال يعني شكله كده جميل وتمثال رجل كده شكله يعني ذو علمي يعني زي ما بيقوله فقريت اللي يفضل الشيخ محمد عادي التنطاوي طب مين الشيخ محمد عادي التنطاوي فسألت فعرفت أنه الشيخ محمد عادي التنطاوي أرسله محمد علي لروسيا لتعليم الروس اللغة العربية فكان أول معالب اللغة العربية في روسيا من قرية نجريج ويه الروس احتفوا به وعملوا له تمثال من الرخام وتمثال يعني فخم جدا والتمثال ده موجود في المدرسة والمدرسة هي باسمه مدرسة الشيخ محمد عادي التنطاوي فوقت له مشوفه اللي بيبقى سفير لبلده في أي مكان مهما مرس ده من بيفضل ذكرى موجودة صحيح وولد 1810 فده كان في لكن ذكرى ذكرى باقية وتأثيره باقي وده المهم بالفعل اللي بيعمل حاجة كويسة واللي بيساهم أنه يرفع اسم بلده بتفضل ذكرى باقية بعد رحيله بمئات مئات السنين صحيح فدي حاجة جميلة يمكن الولاد كانوا موجودين في المدرسة حضرتك بيعدوا على تمثال ده مش عارفين مش عارفين أو محدش كلمهم أو محدش نور على نقطة دي لكن كويسة أن احنا نوريهم حاجة زي دي عشان تكون نماذج ملهمة ليهم أن هم يبقوا زيهم في المستقبل إن شاء الله كل شكر لحضرتك الكاتبة دكتورة سامح أبو بكر عزة سفيرة مؤسسة حياة كريمة شكرا جزيلا نفان